أصدقائي الأعزاء مساء الخير تحياتي لكم جميعاً بحاول أوصل لكم بقالي أيام لكن وقت رمضان ضايق جداً وحاقي مش عارفة عام الفيديو لكن النهاردة في حدث فرض نفسه وأنا حبيت أني أسجله على القناة وحاول بالمرة أتكلم معيكم في الأحداث اللي حصلت في الأيام الأخيرة النهاردة في أوتوبيس سياحي حصل حادث تصادم في طريق أبو سنبل أوتوبيس سياحي بيحمل سائحين فرنسويين وبلجيكيين متوجهي إلى المعابد أو المزارات السياحية في أسوان واستضم بعربية نقل لوقود وللأسف الشديد حصل التصادم نتج عنه عشر وفيات وأكتر من عشرين مصاب الوفيات خمسة منهم بلجيك وفرنسويين طبعاً بعد التعادي لكل أسر الضحايا والدعوات للمصابين الكلام اللي بنقوله كالمعتاد لكن هذا لن يكون الحادث الأخير وده الكلام اللي قاله نقيب المرشدين السياحيين في أسوان لأنه خرج فيه تصريح وقال أنه اجتمع مع وزير السياحة خالد عنيني واتناقش معاه في المخاطر الموجودة في هذا الطريق لأنه طريق غير مزدوج وطالب أن تكرس الدولة جهود لتوسعة هذا الطريق حتى نتجنب حدوث هذه الحوادث مرة أخرى ولكن كان رد خالد عنيني أنه قال هو لما يبقى فيه سياحة أصلاً علشان إحنا نصرف على الطريق طب لما هو ما فيش سياحة كان إيه لازمت طريق الكباش وإيه لازمت احتفال نقل الموميوات الحادث ده بيضرب السياحة في مقتل الفلوس اللي اتصرفت على افتتاح طريق الكباش كان لازم تتوجه كلها لتأمين الطرق المؤدية للمزارات السياحية في أسوان والأماكن اللي هي بتعتبر مناطق ساخنة أو تمركز نقط تمركز لحدوث أو تكرار حوادث وهذه ليست هي الحادثة الأولى التي ينقلب فيها أو يحصل تصادم ما بين عربيات بتحمل مواد سريعة الاشتعال وطبعا مش عايزة أقول لكم أو أكيد أنتوا فاهمين إزاي سوف يتم استغلال هذا الحادث بطريقة سلبية جدا وسيكون تأثيرها سيء جدا على السياحة في مصر إمتى؟ في الوقت اللي احنا محتاجين فيه العملة الصعبة في وقت اللي بيرتفع فيه سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبيتم إعلان إن المخزون الدولاري النقدي في مصر أو في البنك المركزي المصري بينخفض والوقت اللي بيتم إعلان إن سيكون هناك ترتيب لقروض قادمة إذن إحنا محتاجين الدولار اللي بيجي من السياحة كمصدر رئيسي أو مش حنقول رئيسي دلواتي طبعا النسبة الأعلى بتيجي من تحولات المصريين بالخارج اللي للأسف الشديد ما بيتمتعوش بالخدمات التي تقابل التحولات اللي بيبعتوها أو لما بينزلوا بيبدلوا عملة لكن إحنا بنقوم بوجبنا أو بدورنا تجاه بلدنا بلا مقابل أو خدمات بناخدها أو امتيازات تخلينا نحافظ على استمرار هذه التحولات لكن المرتبة التانية كما يبدو أمعرفش إيه دورها يعني إيه مرتبتها في التحولات النقدية هو السياحة وحادث زي ده لك أنت تخيل في هذا التوقيت تحديدا الجو بيتحسن وناس بارة في أوروبا عايزين يقضوا أجازة الإيستر أو الأوستر أو عايات شام النسيم عايزين يقضوها في مكان درجة الحرارة فيه كويسة وده موسم لأهل أسوان بيتضرب السياحة لما عائلة أو أسرة تتكلم يكون عندها واحد مات حرقا وليست هذه هي المرة الأولى أنه أوتوبيس سياحة ينقلب في هذا المكان وفي أماكن أخرى في طريق السويس ولكن كمان لازم نضع علامة استفاهم على إزاي أن المصريين اللي بيكونوا موجودين في المكان المحيط هم اللي بيكونوا الأسرع في محاولة إنقاذ المصابين بأي حاجة بدائية بيرموا رملة بيكبوا مية بيجيبوا من محلات مجورة الطفاة الحريق الصغيرة جدا وبيعودوا يقولوا البعض إيه بعد إيه بعد علشان ممكن يحصل انفجار أكبر الناس بتضحي بنفسها وبتعرض نفسها للمخاطر ليه؟ لأن هناك تأخر فيه وصول الإسعاف وما فيش لسه الاختراع اللي اسمه الإنقاذ الطائر أو الإطفاء الطائر إن حاجة تبقى متمركزة في الطريق بحيث إن توصل بسرعة للمكان الحادث فطبعا دي حاجة سيئة جدا إن حتى يعني مش كفاءة إن احنا مش عايزين نعمل توسع للطريق ويكون ده طريق مزدوج لا كمان حتى مش بنحاول إن احنا نأمن سرعة أو يعني فورا توصل بسرعة إسعاف طائر لنقل الناس إن الواحد بيتخيل إن السائحين يموتوا حرقا والحقيقة حتشوفوا في الفيديوهات يعني أنا حط لكم في صندوق الوصف حتشوفوا فيديو أنا نشرته على صفحة الواقع المصري الناس بيقولوا سمعين صوت الاستغاثة من جوه وبيقولوا إيه بعد إيه بعد فبيقولوا ده فيه ناس بتموت جوه طبعا حاجة مرعبة جدا ويعني لن يكون هذا هو الحادث الأخير زي ما قال نقيب مرشدين السياحيين في أسوان مين هيتحاسب؟ ما فيش حدا هيتحاسب ما فيش حاجة يعني ما فيش حد ممكن يتحاسب على هذا الحادث ما عرفش حالة السائق اللي هو كان مع المواد المشتعلة طبعا فيه ناس بتقول إن دي حاجة بفعل فعل أو حادث متعمد طول ما ما فيش حد بيتحاسب طول ما الباب مفتوح للأقويل والإشاعات اللي عايز السياحة تدخل مصر فعلا وترجع زي زمان والسياحة تنتعيش يجب أن يهتم بالطرق خلينا نضيف على الكلام ده برضو علشان نعمل حصر للحاجات اللي حصلت فيه الأسبوع الأخير هحط لكو برضو اللينك عشان تشوفوها إن في يوتيوبر أمريكي نزل مصر وكانت له تجربة سيئة جدا مع التعامل الأمني معه وإزاي تم الاستلاء زي ما بيقول على معدات التصوير بتاعته وحتى التليفون اللي كان بيصور فيه اتماسك وإيه قالوله لازم تمسح المقاطع اللي عليه العنوان بتاع الفيديو إنه هو يعني بينصح الناس إنه هما ما يجوش مصر تاني وإنه لن يكرر التجربة مرة أخرى الفيديو بالكامل عبارة عن فضائح موسيقى جدا لمصر عدد المشاهدات تخطت من ملايين هي بتنقل الواقع بكل يعني ألمه والسواد اللي موجود واحد دخل في وسط الناس وصور كل حاجة طبعا الحاجات دي قد إيه موسيقى أوه تتخيلوا إنها ما بتوصلش بتوصل لغاية ولادنا وصحابهم لأن دلوقتي تأثير السوشيال ميديا واليوتيوب والفيديوهات كلها بتوصل للشباب والجيل الجديد فيما خوف كتير أنا أعرف ناس كتير بشكل شخصي بيحبوا جدا إن هما يجوا مصر وكانوا بيجوا زمان دلوقتي من جنسيات مختلفة نمسويين مجاريين إيطاليان مش حابين إن هما يجوا مصر الظروف العالمية كمان يعني أكيد مؤثر على وضع السياحة لكن إحنا كمان معملناش إلا علينا وخالد عناني مهتم جدا بالأثار وهناك الكثير من الاكتشافات الحقيقية المشرفة مجهود ووضح في الأثار والاحتفالات الأثارية لكن والاكتشافات الأثارية والاحتفالات التي تتم في نطاق الأثار ما يخص السياحة خالد عناني بمجهودات مش محدش لمسة لا العاملين في القطاع السياحي ولا العاملين في الفنادق ولا إحنا كمواطنين شايفين الرواج السياحي ولا شايفين بره أي مجهودات بتتعمل علشان جذب الزائحين وإذا كانت حاجة بتتعمل فهي ليست بهذا المستوى الذي مش على نفس مستوى الأثار ولا هو المستوى اللي يحول يعمل انتعاشة حقيقية وانتلاقة في السياحة في الوقت الحالي التحدي الموجود في كورونا في العالم كبير مصر بتتمتع بجو رائع وطبيعة خلابة وإحنا عارفين قيمة بلدنا كويس قوي لكن للأسف قطاع السياحة بحادث زي ده حيتأثر كتير وهو أصلا بنحاول إن احنا ننعيش جث هامدة وكل شوية يحصل حادث خلصنا من الحوادث الإرهابية دلوقتي حوادث فيه نطاق حوادث الطرق وبتسمع في الغرب بشكل يعني أزية للسياحة أكيد كلكم متخيلين أو فاهمين